اهلا بكم في حلقة جديدة من مملكة الثقافات موعدكم الثقافي الأسبوعي على ميدي ان تيفي أخبار ثقافية مواعيد إبداعية وجديد المكتبات والمتاحف والصلاة والمسارح مملكة الثقافات هي أيضا شرفة نطل منها على كنوز الثقافة وأسرار تراث المغربي العريق وباسمكم جميعا أرحب بالدكتور أحمد دافري أستاذ التواصل والإعلام الخبير في قضايا الثقافة والفن مستشار مملكة الثقافات مرحبا بك دكتور أحمد دافري أهلا وسهلا أستاذ محمد شكرا جزيلا لك وشكرا لك أيضا على لقائنا الأسبوعي الدائم وفي مملكة الثقافات لهذا الأسبوع جائزة المغرب للكتاب تعلن عن أسماء الفائزين بها والكاتب والروائي المغربي عبد السميع بن صابر الفائز بجائزة أدب الأطفال واليافعين ضيفا على مملكة الثقافات والأعوام الثقافية محطة لتبادل الثقافي الدولي بين دولة قطر والمملكة المغربية برنامج يعبر عن شراكة ثقافية قوية بين الرباط والدوحة والشعر المغربي المخضرن فقيد الشعر المغربي الحديث محمد الميموني في الذاكرة مع زميدة أفرحان عياش جائزة المغرب للكتاب محطة سنوية توجد على رأس الأجندة الثقافية لبلادنا حيث يتم خلالها الاحتفاء بالكتاب المغاربة ومنجزهم الإبداعي والفكري وهي أيضا مكافأة وطنية لأجود المؤلفات في ميادين الإبداع والبحث والترجمة لتصبح بذلك أرفع تقدير يمنح للأعمال المتميزة في مختلف حقول المعرفة والإبداع بمصار يمتد على مدى 54 عاما وقبل أسبوعين أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 20-23 وهكذا فقد آلت الجائزة هذا العام لعدد من المبدعين والباحثين المغاربة كالشاعر والزجال المغربي أحمد لمسيح والروائي عبد الإله رابحي والباحث والمؤرخ عبد الأحد السبتي وكذا الغالي أحرشاو والباحث أحمد الجرطي والكاتب محمد يعو فيما تم منح جائزة أدب أطفال واليافعين مناصفة لكل من الكاتب والقصص والروائي عبد سميع بن صابر عن كتابه الألوان المشاكسة والحسين بهوش الشهرة الأدبية ياسين بهوش هذا الكاتب الصديق عن كتابه هاتف مروى وجائزة أدب الأطفال واليافعين هي موضوع قضيتنا لهذا الأسبوع ونرحب جميعا من الداخل بالكاتب المغربي عبد سميع بن صابر مرحبا أستاذ عبد سميع وهنيئا لك بهذا التتويج المستحق شكرا جزيلا لأستاذ محمد عدة وشكرا جزيلا لقناة ميديان تيفي على استضافة الكريمة وأواجه التحية أيضا لضيفك الكريم أستاذ أحمد دافر شكرا أستاذ عبد سميع بداية السؤال التقليدي ماذا تمثل بالنسبة إليك جائزة المغرب رمزيا وأدبيا طبعا أنا سعيد جدا بالفوز بجائزة المغرب للكتاب طبعا لا يخفى على أحد القيمة الرمزية التي تكتسيها هذه الجائزة العريقة باعتبارها طبعا أعرق جائزة أدبية في المغرب والجائزة كما أقول دائما هي وسيلة طبعا بالنسبة للكاتب لتحقيق الانتشار في ظل طبعا ما تشهده السحة الثقافية وطبعا في ظل الوضع الراهن للصناعة الثقافية بشكل عام وما طبعا الزخم الذي تعيشه الاستحقاقات الأدبية خلال سنوات أخيرة إلا يعني انعكاس للأهمية التي باتت تحضى بها الجوائز سواء الأدبية سواء داخل المغرب أو خارجها طبعا الجائزة على كل حال هي جائزة المغرب الكتاب بالتحديد هي طبعا تشجيع للكاتب المغربي هو تشريف للإبداع المغربي وهي حافز له لاستمرار طبعا وهذا هو الأهم طيب أستاذ عبد السميع طبعا نحن كلنا سعداء بتتويجك وهذا طبعا هذا اتمرت عمل مضني عمل طويل أنت اشتغلت في المجال الأدبية لمدة طويلة لكن هذا الكتاب الألوان المشاكسة نريد أن نقرب القارئة منه ما هو هذا الكتاب؟ الألوان المشاكسة هو كتاب ضمن سلسلة من الكتب الموجهة للأطفال كانت قد صدرت ضمن منشورات أكاديميا ببيروت طبعا من خلال هذا العمل حاولت أن أقارب موضوع التنمر باعتباره أحد أبرز المواضيع الراهنة الآن سيما خلال فترة الطفولة طبعا لإيماني أيضا بأن الكتب الأدبية تساهم كثيرا طبعا في تنمية خيال الطفل وتهذيب دوقه وأيضا يمكن أن تساهم طبعا في تربية الناشئة على القيم الإنسانية الكبرى وعلى قيم الحوار وقبول آخر والتسامح ولكون طبعا السرد هو مجال اشتغالي فقد علجت الموضوع عبر جنسي القصة استحضارة لكون الطفل دائما ما يكون مفتونا ومأخوذا بسحر الحكاية والألوان المشاكسة هي قصة عجائبية تجري أحداثها داخل لوحة تشكيلية والأقلام الملونة هي الشخصيات المتحاورة في هذا العمل سي عبد سميع سوف أتركك مع مستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري الذي هو أيضا استبشر بفوزك بهذه الجائزة والكلمة لك أستاذ دافري نعم أهلا وسهلا أستاذ سي عبد سميع بن صابر وفي الحقيقة هذه الجائزة هي جائزة مستحقة لك لأنها تمرت مجهود فيه نوع من تراكم على مستوى الممارسة التقافية والكتابة الأدبية لأننا نعلم بأنك مرست فعل الكتابة وأنت ما زلت تقريبا في سن اليفاع والعنفوان وهذه الجائزة فهي بالنسبة إلينا تعبر على ما للشباب المغربي من قدرات إبداعية مبهرة وكفاءة في مجال التعبير الأدبي إذن هنيئا لك في البداية أستطبع شكرا جزيلا سيعم سؤالي أنا هو أنك في مدينة الدخلة تمارس التعليم بالتأكيد أن علاقتك مع المتعلمين والمتمدرسين والمربين هي علاقة هي ساعدتك على أن تفكر في الدخول إلى غمار هذا النوع من الأدب أدب الأطفال فبيداغوجيا ويعني على المستوى التربوي كيف تنظر لهذا العمل بأي طريقة يمكن أن يساعد الأطفال والتلاميذ والمتمدرسين على شحد قدراتهم الإبداعية بمعنى آخر محتوى ومضمون هذا العمل بأي أشكال يمكن أن يكون مفيدا للنشأ والأطفال والليافعين طبعا لا أنكر أن اشتغالي بقطاع التعليم ساهم كثيرا في تقريبي من عوالم الطفولة طبعا دائما كلما اقترب المبدع أو الكاتب من هذه العوالم كلما وجد أو آنس في نفسه الرغبة في الكتابة للأطفال طبعا هذا الكتاب يمكن أن يعتبره طبعا نصا يعني من النصوص التي يطالعها التلاميذ يعني ضمن المطالعة الحرة وقد كتبت هذا النص استحضارا طبعا لطبيعة الطفل واستحضارا أيضا للمستوى الإدراكي للطفل وأيضا حاولت أن أكون في مستوى تطلعات الأطفال باعتبار القراءة بوابة نحو المعرفة وأيضا بما تتصف به هذا الصنف من الكتابة من طبعا منح بعض من المتعوى التسلية لدى الطفل أديب ناسي عبد سميع بن صبر أنا أعلم بأنك تمارس كذلك بالإضافة إلى وظيفة التربية والتكوين فأنت تنخلط في مجال المجتمع المدني في مجال تقافة في مجال تنشيط في المهرجانات التي لها علاقة بالمسرح كذلك وبطبيعة الحال في مدينة الداخلة التي بهذه المناسبة أبلغ سلامي لساكنتها مدينة الداخلة عاصمة عاصمة وادي الدهب بالصحراء المغربية فهذا الفضاء وهذا المناخ مناخ صحراء مناخ مدينة الداخلة هل هناك مئزة معينة تساعدك على أن تبدع في مجال الكتابة وتساهم في شحد هذه القدرة على التفوق والتألق بحيث أنك وصلت إلى هذا المستوى من الإبداع الذي مكنك من الحصول على عديد من الجوائز على المستوى العالم العربي طبعا لطالما كان ارتباط الصحراء العقلية السائدة بجنس الشعر طبعا الداخلة هناك عدة أقلام برعت في الكتابة منذ سنوات وهناك دينامية وهناك حركية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة عبر تنظيم مجموعة من الملتقيات الآن الداخلة باتت تحتضن مجموعة من المهرجانات سواء في المسرح أو الشعر أو الكتابة القصصية نتحدث طبعا عن الملتقى الوطني للقصة القصيرة الملتقى الوطني للشعر وفي السينما كذلك وكي لا ننسى أيضا المهرجان الدولي للسينما طبعا هذه المدينة تتصف بهدوءها وبالتقاء يقال إنها مدينة الصحراء والبحر طبعا هذا الهدوء استفدت منه كثيرا خلالها طبعا باعتبار أن العزلة أحد إحدى العناصر الأساسية لدى المبدع لكي يتفرغ لكتابتي طبعا أنا مدينة طبعا لمدينة الداخلة بالفضل الكبير سواء في تكوني باعتباري درسته بمختلف الأسلاك الدراسية بمدينة الداخلة ودخلها احتضنتني ويحتضنت أيضا نصوصي وكانت البوابة نحو توسيع نطاق الاشتغال إلى ما هو وطني وعربي أيضا نعم أستاذ عبد السمعوة هني ألك بتلك المدينة الموحية تلك المدينة الجميلة التي شخصيا كلما زرتها دكتور دافري أتمنى أن أعود إليها فهني ألك بهذا الفضاء الموحي والملهم لنعود إلى أدب الطفل أستاذ عبد السمع والسؤال وضعية أدب الطفل في المغرب وفي الراهن لكن هذا الأدب هو أدب مركزي في سلسلة الإبداع الإنساني ككل اليوم كيف تنظر إلى هذا التراكم الذي يحققه كتاب آخرون زملاء لك في هذا المجال كيف تنظر إلى وضعيته عموما من حيث المحتوى من حيث الانتشار ومن حيث التفاعل أو التلقي طبعا ثمت دينامية كبيرة نشهدها خلال سنوات أخيرة في كتابة الأدب الموجه للطفل كما ذكرت هناك أقلام إبداعية مغربية برعت كثيرا في هذا الفن ومن وجهة نظري فالإشكالية المطروحة حاليا هي إشكالية كم يعني إذا قارننا أعداد الكتب التي تصدر سنويا عن دور نشر المطابع سنجد أن الكتب الموجهة لفئة القبار يعني هي أكبر بكثير من الكتب الموجهة للأطفال رغم أن لا يمكن أن يتوفر لدينا قارئ بالغ دون أن يمر بهذه المرحلة فأدب الطفل هو الخطوة الأولى في درب القراءة ومن المؤكد أنها بوابته طبعا نحو عالم الكتب والمكتبات وإذا طبعا ألقينا نظرة على واقع النشر في دول أخرى سنلاحظ اهتمامها الكبير بهذا الصنف الأدبي وأعتقد في هذا الباب أن المسؤولية لا تقتصر فقط على المبدعين بل أيضا دور النشر ينبغي أن تنفتح على مبدعي الأدب الطفل ويكفي أن نعلم أن الكثير من الكتاب المغاربة الآن في رصيدهم مجموعة من النصوص الموجهة للطفل لكنهم يقتصرون على النشر الإلكتروني أو أحيانا يتم التوجه نحو دور النشر خارج المغرب نعم سي عبد سميع فبالنسبة إلى هذا الانتقال من مجال الكتابة بشكل عام للكبار إلى مجال عالم آخر هو عالم الطفولة هل يحتاج في رأيك الكاتب إلى أن يشحد أدوات تعبيرية أدبية أخرى مغايرة لكي يتسرب ويخترق عالم الأطفال لأننا نعلم بأن عالم الأطفال ليس عالم الكبار إذن لكي يمكن أن نوصل الأفكار عن طريق أدب الطفل فالأمر مختلف هل يحتاج هذا الكاتب إلى أن يعود إلى طفولته ويبحث في مخزون داكيرته أو شيء آخر وصفة أخرى من هذا القبيل بكل تأكيد هناك مقولة تقول الأدب بين الخيال والطفولة يقع الأدب وبالنسبة لجواب عن سؤالك فالكتابة الموجهة إلى الطفل هي مشروع قديم كنت قد بدأت الاشتغال عليه ربما قبل أن أصدر الكتب الموجهة للكبار وقبل أن أصدر أي كتاب وقد ركمت طيلة هذه السنوات مجموعة من النصوص منها مسرحيات وقصص للأطفال كنت قد دابت على الاشتغال عليها رفقة تلاميدي ضمن الأندية التربوية أو أندية القراءة والكتاب وأيضا ضمن أنشطة الحياة المدرسية وكنت دائما ما أرجع نشر هذه النصوص إلى وقت لاحق طبعا بالنسبة لأدب الطفل كما تفضلت أستاذ أحمد ليست بالأمر السهل طبعا لأنها تتطلب مجموعة من الأشياء ومن بينها أن يتقمص المبدع شخصية الطفل لكي يرى العالم بعين الطفل إضافة إلى ضرورة الإحاطة أو الإلمام بنظريات التربية وعلم النفس التربوي إلى غير ذلك وأعتقد أن الكتب الأطفال غالبا ما يتهيب الكتاب من اجتراحها ومع ذلك أنا أعتقد أن حاليا أو خلال سنوات الأخيرة هناك اهتمام في الحقيقة من قبل مجموعة من المبدعين الذين كانوا قد بدأوا الكتابة للكبار والآن يزاوجون بين أدب الطفل وبقية الأصناف الأخرى نعم طيب أستاذ عبد السامع سنبقى دائما في هذا المحور وهو محور شيق وخصوصا أنه نادرا ما يتم تناوله على مستوى النقدي وعلى مستوى الإعلامي أيضا اليوم الطفل ليس هو طفل الأمس نحن نعلم أن الأجيال السابقة كانت مهوسة بالحكي وبالحكاية وبالقصة والجميع الأجيال السابقة أيضا كل أغلب الأجيال توفرت على مكتبة لقصص الأطفال في القسم في الفصل الدراسي أو في المنزل اليوم هناك ثورة رقمية وهناك وسائط أخرى بالنسبة إليك ألا تفكر مثلا في أن تتحول أعمالك إلى سلاسل للرسوم المتحركة مثلا أو أن تشترك مع هذه الثورة الرقمية في نقل إبداعاتك ومنجزك الإبداعين موجهة للطفل أساسا إلى وصائط أخرى وإلى أشكال فنية أخرى طبعا أستاذ محمد هذه فكرة وجيهة في الحقيقة وأنا قبل أيام كنت قد بدأت هذا المشروع مع الفنان المبدع محمد الخوأ الرسام وكنا قد طرحنا فكرة تحويل بعض النصوص القصصية إلى فكرة رسوم متحركة وقصص مصورة بالطريقة الحديثة الآن أعتقد أن الوسائط الإلكترونية مهمة جدا في هذا الباب يعني الوسائط الإلكترونية تفيد القارئ من حيث إتاحة مجموعة وكم هائل من الكتب وأيضا يمكن الاستفادة من تقنيات الحديثة لتطوير هذه الكتابة خصوصا أن الطفل في هذه المرحلة غالبا ما تكون اهتمامته بصرية فلما لا يعني الكتاب يتحول إلى ما هو مرئي فهذا أمر جيد والآن كما قلت يعني بصدد الاشتغال على هذا المشروع إن شاء الله نعم سي عبد السميع أنا في الحقيقة أعجبت بعنوان هذا العمل الرواي الألوان المشاكسة وحتى بمضمون هذا العمل الأدبي لأن الأمر يتعلق بعوالم قد تبدو سوريالية نوعا ما لكن الطفل في مرحلة ما فهو يحتاج إلى أن يقترب إلى فهم وإدراك وجوده إلى فهم هذا العالم انطلاقا من بعض الأدوات التعبيرية التي قد تكون أسطورية يعني ألوان ومجموعة من الأشكال تتحدث مع نفسها تخرج من اللوحات تحاور تناقش كل هذه الأمور هي العجائبية العجائبية نعم هي العجائبية الفونتاستيك نعم 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 إذن فبتأكيد أن مثل هذا الأدب هو أدب قائم بالدات على المستوى العام في إطاره الشمولي ليس فقط في مجال مصرح في مجال أدب الطفل السؤالي هو أنه ما رأيك كرأي شخصي في بعض الأعمال التي ربما أنها تقوم بشحن أدب الطفل بأفكار ومفاهيم كبرى قد تفوق إدراك الطفل وتجعل من الطفل فقط أداة مشحونة لكي يعبر عن العوالم التي يفكر فيها الكبار طبعا كما تفضلت أستاذ أحمد يعني هذه المسألة مهمة وأساسية طبعا لأن حينما نكتب للطفل يجب أن نستحضر خصوصيات هذه الفئة طبعا ما تفضلت به هو القصة العجائبية هي نوع من القصة التي غالبا ما تقدم الأطفال وهي تكمن أهميتها وجماليتها في أنها تواكب هذه المرحلة العمرية من نزوح نحو الخيال طبعا لا بد هنا من الإشارة إلى أن أدب الطفل بشكل عام هو أيضا مقسم إلى مراحل طبعا كل مرحلة لها خصوصياتها الخاصة طبعا بالنسبة لهذا الكتاب اخترته أنه هو طبعا موجه للفئة الأولى يعني حوالي ما بين ست سنوات إلى تسع سنوات طبعا تسعة سنوات طبعا طول اشتغالي في القسم كأستاذ كنت دائما أتطلع إلى اهتمامات وميولات الأطفال في هذه المرحلة أستاذ عبد السامع كونك كاتبا أنت أيضا رجل تعليم تشغل داخل الفصل وتعلم جيدا ما هي الإكرهات التي تواجه التلميذ وخصوصا عندما نتحدث عن أزمة العزوف عن القراءة في نظرك كرجل مجرب ما هي السبول الكفيلة لكي نعيد للكتاب جاذبيته خصوصا عند أطفال تفضلت وقلت أن ثقافتهم اليوم أصبحت بصرية أكثر منها الثقافة تعنا بالكتاب بكل تأكيد أستاذ محمد فاشتغالي طبعا في ميدان التعليم أرسى لدي قناعة مفدو أن القراءة مسؤولية الجميع بما في ذلك الأسرة والمدرسة والجمعيات وأيضا المؤسسات الرسمية ولا بد هنا أن تتكاتف كل الجهود لتجاوز هذه المعضلة طبعا باعتبار أن القراءة هي رافعة مهمة للتنمية وسمة أساسية من سمات الحضارة الإنسانية فالقراءة بوابتنا الأولى نحو الباحث نحو المعرفة ونحن الآن كما قلت نحن نتحدث عن فئة الأطفال ينبغي إلى الأهمية الكبرى للمكتبات داخل المنزل أو ما يسمى بأركان القراءة وأيضا الأمر نفسه ينسحب على طبعا المكتبات الصفية بالمؤسسات التعليمية وأيضا ينبغي إحداث النوادي القرائية وتفعيل هذه النوادي القرائية من خلال مجموعة من الأنشطة والورشات التي تحط التلاميذ على القراءة على المطالعة وطبعا ألاحظ مؤخرا أن تمت فعلا مجهودات وهذه المجهودات بدأت تؤتي ثمارها ولا أدل على ذلك الإقبال الكبير الذي تشهده جوائز القراءة سواء على مستوى وزارة التربية الوطنية أو على مستوى الجمعيات ومسابقة تحدي القراءة والمشروع الوطني القراءة خير دليل على هذا طيب أستاذ أب سمع لننتقل من هذا المحور إلى محور أخير وهو هل انتهيت من كتابة للكبار؟ لا أبدا حاليا أستعدت لنشر مجموعة قصصية جديدة طبعا للكبار علي أن أحدد ما هو الصنف طبعا سترى النور قريبا هذه المجموعة القصصية وهناك أيضا مسرحية للأطفال طبعا وهي عمل مشترك بالرسوم مع الأستاذ محمد الخو طبعا عملية الكتابة لا تتوقف هناك دائما مشاريع هناك أفكار أحاول ما أمكنني الاشتغال بهدوء وتروي على هذه المشاريع حتى طبعا تكون هذه النصوص مستوى معذرة على المقاطعة أستاذ عبد السمع يعني أن مشروعك هو مشروع متعدد الروافد إذا صح التأثير يعني أنت لن تختار هذه السكة لن تختار فقط طريق أدب الطفل ستستمر في الكتابة الكتابة الروائية والقصصية هذا ما فهمته منك طبعا بالنسبة لي حتى وأنا أكتب للأطفال فأنا لم أخرج عن نطاق الأجنال السردية التي دابت على الكتابات فيها يعني المسرح، القصة، الرواية فأنا يعني ماضي في هذا المشروع سواء من خلال الأدب الكبار أو الأدب الأطفال نعم أستاذ عبد السمع بن صبر الطموح كبير ونحن أيضا نتمنى أن يقبل الأطفال على كل الكتب الموجهة إليهم كيف هو حال التلقي هذا السؤال الأخير كيف هو حال التلقي هل الذين يكتبون للأطفال يبيعون كتبهم بشكل مباشر هذا يعني إذا أردت أن أجد سوف أتحدث عن مشكلة التوزيع هو الرغبة في القراءة موجودة الكتب الأطفال تباع بشكل كبير وعليها أقبال المشكلة التي يواجه المبدع في هذه الحالة هو أن تصل كتبه طبعا إلى القارئ المكتبات الآن للأسف هي تفتقر طبعا إلى هذا الصنف الأدبي وحتى إذا تحدث عن المغرب إذا وجدت بعض الكتب في المكتبة فغالبها يكون مترجما أو كتب مستوردة من الدول العربية الكاتب والروائي والقصاص عبد سبيع من صابر الفائز بجائزة المغرب للكتاب عن صنف أدب الأطفال واليافعين شكرا جزيلا لك على حضورك في مملكة الثقافات ونتمنى لك التوفيق في هذا المصار إلى سر المكان الآن حيث تمثل مبادرة الأعوام الثقافية برنامجا سنويا للتبادل الثقافي الدولي بين دولة قطر ودول شريكة دورة هذه السنة اختارت المملكة المغربية من خلال شراكة ثقافية تؤكد قوة العلاقات الأخوية بين البلدين وذلك عبر معارض وبرامج ومتاحف وزيارات لمرافق ثقافية لقطر هذا النموذج من المكتبة الوطنية القطرية في روبرتاج مبعوتنا الخاص إلى الدوحة الزميل محمد ريشي على هامش تنظيم فعاليات العام الثقافي قطر المغرب 2024 والذي يشكل فرصة للانفتاح على مؤاهلة البلدين الثقافية والتراثية والتاريخية مؤاهلات متنوعة انطلاقا من مكتبة قطر الوطنية التي تشكل بيئة تعزز التعلم واللعب والابتكار وتوفر الأدوات والمعدات في محطات الإبداع بالمكتبة كما تساهم المكتبة التراثية بطريقة فريدة في إطراء المشهد الثقافي لدولة قطر ويبقى الهدف الأساس من إنشائها توفير مصادر تاريخية قيمة والثرية عن دولة قطر والمنطقة من بينها كتابات الرحالة والمستكشفين ممن حطوا رحالهم في منطقة الخليج العربي وقد تطورت هذه الرؤية لتشمل نفائس ونوادر المؤلفات والمخطوطات ذات الصلة بالحضارة العربية والإسلامية مكتبة قطر الوطنية افتتحت في عام 2018 تضم أكثر من مليون كتاب واللي يميز هذه المكتبة أنها مكتبة عامة ومكتبة وطنية ومكتبة بحثية وأيضا تضم على قسم لليافعين وقسم الأطفال وعندنا طبعا المكتبة الثراثية والتي تضم على عدة خرائط ومخطوطات وكتب قديمة من الوطن العربي والعالم بأجمعها نسعداء باختيار المغرب كدولة للعوام الثقافية قطر المغرب 2024 وداخل المكتبة إن شاء الله راح نجهز معرض متميز يخص الوثائق في المغرب ونرحب بكل الزوار من المغرب ومن الوطن العربي إلى مكتبة قطر الوطنية تضم المجموعة المتنامية للمكتبة الثراثية مجموعة ناذرة من المخطوطات العربية فضلا عن الحضور القوي للمخطوطات والثراث المغربي هذا مخطوط لمصحف قرآن كريم بالخط المغربي طبعا يرجح أنه كتب في القرن السادس عشر تحديدا 1560-1550 نصف الثاني من قرن السادس عشر يعتبر نموذج رائع لما وصلت إليه تقنية صناعة المخطوط في تلك الفترة خاصة في المغرب من كما ترون جمال التذهيب وروعة الخط نسخة لصالح المكتبة الخاصة بالوزير أبو الحسن علي الذي هو من عائلة بن مشيش المعروفة في المغرب من العاصمة القطرية الدوحة تتواصل تغطيتنا لفعاليات العامة الثقافية قطر المغرب من خلال مجموعة من الزيارات والاكتشافات لمجموعة من المعارض والعروض الفنية والثقافية وكذلك من خلال الانفتاح والتقرب على مجموعة من المكتبات وكذلك المتاحف القطرية المتميزة هنا بالدوحة متاحف ومعارض ومكتبات ضخمة تقدم مجموعة من الوثائق ومجموعة من المعلومات وكذلك مجموعة من الكتب التاريخية التي تعكس عرقة وقدم وتاريخ المملكة المغربية شكرا لمحمد ريشي على هذه التغطية الخاصة من الدوحة دكتور أحمد دافري كل مرة نكتشف أن الثقافة رأس مال رمزي ومدي أيضا وأن الثقافة بالنسبة إلى مملكة عظيمة مثل المملكة المغربية كنز وهذا كده نرى امتداداتها إلى حدود الخليج العربي من خلال هذه الأيام الثقافية المتبادلة بين المغرب وقطر نعم هذه المناسبة ومناسبة الأعوام الثقافية قطر المغرب فهي أتت لكي تكرس أمرا هو واقع للعيان بحيث أن الثقافة المغربية دائما هي مرحب بها في بلدان الخليج بل أكثر من ذلك أن العدد الكبير من الإصدارات الأدبية والثقافية والنقدية التي تصدرها مجموعة من بلدان الخليج يحضر فيها الناقد والأديب والمتقف المغربي بكترة بل أكثر من ذلك أن هناك علاقات بين متقفين مغاربة وأدباء وبين آخرين من بلدان الخليج بحيث أنه الآن التقافة المغربية والخليجية وبالخصوص القطرية فهي أصبحت متداخلة فيما بينها في بعض الأشكال التعبيرية خصوصا على مستوى مثلا بعض الفرجات فمثلا في مجال المسرح هناك هيئة للمسرح العربي لا بد أن يكون هناك حضور مجموعة من الفرق المسرحية المغربية في مثل هذه التظاهرات في الخليج بمعنى أن التقافة المغربية هي حاضرة وأكثر من ذلك فكما لاحظنا خلال مونديال 2022 في قطر كيف أن المغرب كان حاضرا ليس فقط على المستوى الرياضي الكوروي وإنما بأشكاله التقافية بأهازيجه بالدقة المراكشية بجناوة بالموسيقى بالأزياء بكل مظاهر التعبير والفرجة وكان هناك احتكاك مباشر بين المغاربة والقطريين بحيث أنه كان هناك هذا التداخل الذي يعبر عن نوع من الألفة والوئام والود بين التقافتين أيضا يمكنني أن أضيف معك دكتور أحمد دافري أن منصات التتويج الإبداعية في البلدان الخليج العربي وفي البلدان الشقيقة وخصوصا دولة قطر ودولة الإمارات غالبا ما يكون من بين الفائزين أديب أو باحث أو ناقد مغربي أيضا مسألة المثاقفة هي مسألة ضرورية اليوم كيف ترى هذا الإشعاع الذي يمتد من المغرب نحو بلدان الخليج العربي نعم هذا الإشعاع هو أتى ليس بطريقة هكذا عشوائية أو عشوائية نعم وإنما جاء نتيجة أولا جهد من قبل مؤسسات حكومية من الطرفين نعم من مؤسسات حكومية في قطر وكذلك في المغرب بحيث أن هناك علاقات تقافية نائية فيتوقع ويتم متفعيلها من خلال زيارات من خلال أعمال مشتركة من خلال بعتات من خلال بعتات من خلال زيارات متبادلة كل هذه الأمور كان ضروري أن تحدث لماذا؟ لأنه كما تعلم أستاذ محمد أنه حتى البعتات التعليمية المغربية كانت في مرحلة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات نشيطة جدا وكان هناك حضور لشخصية المدرس والأستاذ والباحث والناقد والأديب المغربي في الخليج شيء الذي ساهم في بناء هذه الجسور التقافية بين الخليجيين والقطريين خصوصا وبين المغاربة نعم عنصر آخر يمكن أن نناقشه معكم دكتور أحمد دفري هو هذا الحب الذي تكنه أغلب البلدان للثقافة المغربية فبالتجول في بلدان الخليج لا بد أن تجد زخرفة مغربية لا بد أن تجد أثرا مغربيا لا بد أن تجد استشهادا أو شاهدا أو شهادة مغربية وهذه الأشياء لا تفعلها فقط الأمور النظامية والإدارية وإنما هذا الوجدان المشترك مع بلد الخليج ومع دولة قطر خصوصا مدام السياق هو هذه الأعوام الثقافية بين قطر والمغرب نعم وما كذلك يساهم ويساعد أكثر على هذا التقارب التقافي والوجداني هو حتى طبيعة النظام السياتي كما تعلم أستاذ محمد بأن هذا الأمر هو في غاية الأهمية بحيث أن هناك تكون علاقات أخوية وعلاقة أشقاء بين أنظمة سياسية التي لها نفس التوجه الذي هو توجه سياسي متوازن يقوم على الإخاء على الودع على قبول الآخر وبالتالي فمثل هذه الأعوام الثقافية التي تبلورت من خلال هذه الأنشطة التي تحتضنها المكتبة الوطنية في قطر فهي دليل على أن التقافة المغربية بإمكانها أن تتجاوز محيطها وأن تنتشر في مختلف مناطق العالم نعم وعلى ذكر الانتشار في مختلف مناطق العالم في الروبروتار الزمينينا محمد ريشي يشير إلى وجود مخطوطات لرحلات قام بها فقهاء وعلماء بمفهوم السابق مثقفون مغاربة في قرون سابقة إلى بلدان الخليج وهناك مخطوطات موضوعة في مكتبة قطر تؤرخ لهذه الراحلات لنتحدث عن الأثر العكسي لهذه المخطوطات ولهذا التراث الذي يوجد اليوم في مكتبة قطر الوطنية ألا يمكن أن يكون هذا عامل جد لسياحي، تنموي، ثقافي، اقتصادي أيضا؟ نعم وحتى علمي وحتى على مستوى تبادل هذه الزيارات وهذه البعتات العلمية هناك قطريون يأتون إلى المغرب ويقومون بتوسيع دائرة أبحاثهم العلمية في المكتبات المغربية في المكتبة الوطنية المغربية بالتقائهم مع أكاديميين مغاربة في مجال البحث الجامعي وهناك كذلك حرص على أن تتم الاستفادة من كل هذا الإرث التقافي الزاخر الذي يزخر به المغرب شكرا جزيلا دكتور أحمد دافري على هذا التفكيك لهذه المحطة محطة المثاقفة والتبادل التقافي بين المملكة المغربية ودولة قطر انتهى سير المكان في انتدار زميلة نفرحان عياش وذاكرتها والتحقت بنا فرحانة وفي يدها باقة من قصائد أندلسية هكذا يمكنني أن أقدم الشعر محمد الميموني الذي كان من أوائل الشعراء المغاربة رحمه الله الذي قدم الشعر الإسباني للقارئ المغربي وكانت ترجماته بشهادة مثقفين إسبان ترجمات جيدة وترجمات نقلت فعلا هذا الوجدان الإبداعية للشعر الأندلسي والإسباني أهلا بك فرحانة وهني ألقي على هذا الاختيار هو اختيار مشترك حتى بكل أمانة الدنيا كان أيضا لك نصيب في هذا الاختيار وهو حديث شاعر أو ترجمة شاعر لشاعر الشاعر المغربي محمد الميموني الشاعر المغربي الفذ الذي به القصيدة المغربية الحديثة عرفت إشعاعها كتب أيضا في النقد كتب أيضا الكثير من القصائد الجميلة جدا والتي سنمتع مشاهدنا الكرام ونتمنى أن يكون حيز الوقت حتى نلقي نظرة على السريع لبعض عطره وعبقه هذا الشاعر العظيم الشاعر محمد الميموني صبيحة وفاته نعته كل الساحة الأدبية المغربية وطالعت كثير من الجمل والكثير من الكلمات الرائعة جدا التي قالها ثلة من المثقفين المغاربة ومن الشعراء ومن الكتاب والأدباء وكانت غاية في الفصاحة والبلاغة في هذا النعي هذا الشاعر محمد الميموني ابن مدينة شفشاون هو أيضا مربي الأجيال تنقل بين مدن عدة من مدينة الطنجة مدينة الدار البيضاء ومدينة تتوان مدرسا ومعلما للكثير من الأجيال هذا الشاعر هو أيضا مناظل وطني وسياسي وإن كانت رهفة ما لمسته فيه وأنه كان إنسانا فوق العادة إن صح التعبير لأن هذه النفس المرهفة وهذه الذات التواقة إلى كل ما هو سمو أخلاقي وإنساني والتوقل الحرية في تجلياتها ومعانيها لا يمكن أن تدخل باب السياسة بتلك الحدة التي نعرفها محمد الميموني إن أردت أن أتحدث عنه وأنت بدأت بهذا الإنجاز العظيم لأنه فتح بوابة انفتاح الأدب المغربي والقصيدة المغربية على القصيدة الإسبانية والأدب الإسباني متمثلة في شاعر شاعر إسبانيا الكبير شاعر العالمي لوركا واللوركا هذا بطبيعة الحال صعب جدا شعره لأنه قرأت بعض النقاد الذين تناولوا شعره بأنه سهل المنتنع فأن تنقل السهل المنتنع من ثقافة إسبانية في فترة زمنية معينة هو انتقل أيضا محمد البيموني كانت له هذه الثقافة المشتركة وذلك الموروث المشترك الثقافي المغربي الإسباني وتعلم جميعا كما يعلم أسدى المشاهدين هذا الترابط ما بين الثقافتين خاصة الأندلسية والمغربية وجذور وأواصل هو تلك الصلة بأن ترجم نصوصا شعرية غاية في الجمال وترجمها إلى لغة عربية كونه شاعر وتعلم أن كثير من الأحيان الشعراء والأدباء يقولون أن الترجمة هي خيانة في كثيرا في كل الأحوال تبقى خيانة جميلة إلا أننا نتناول ونتحرى عن الصدق في المعنى والمضمون وكما قلت الشاعر لا يفهمه إلا شاعر نعم أستاذ أحمد دافري أنت عرفت الشاعر محمد الميموني شخصيا كما عرفناه في عدد من الأنشطة والمناسبات والمناسبات الثقافية وخصوصا أنه غادرنا قبل سنوات قليلة أنت أيضا تابعت أيضا في العديد من المناسبات تاريخ الحركة الأدبية في شمال المغرب وكان محمد الميموني أحد أعلامه نعم راحل محمد الميموني يكفي أول فخرا بالنسبة للإسبان أنه ترجمة فيديكو غارسيا لوركا نعم وترجمة ديوان التمارين الذي كان من أصعب دواوين أصعب ديوان التمارين لفيديكو غارسيا لوركا هنا في هذه اللحظة كانت ربما أعين النخبة الأدبية الإسبانية تتابع هذه العملية نظرا للمكان الكبير لفيدريكو غارسيا في الساحة الأدبية الشعرية وهو له مجموعة من المؤسسات التي تحمل اسمه هو شعر إسبانيا مجموعة من الهياكل التقافية في الحكومة الإسبانية التي تعتز وتفتخر وتعتبره هو السفير للأدب الإسباني في العالم إذن كان سيقدم على مغامرة كبيرة الراحل محمد الميمون عندما اشتغل على التمارين وكان تمرينا بالنسبة إليه كما قال يوما صعبا لأنه كان يحاول أن يكون دقيقا وقريبا من مشاعر وأحاسيس لوركا وعندما صدر هذا العمل الترجمي فاحتفى به كذلك الإسبان واستساغوه جدا وكتبوا عنه في العديد من المنصات وفي العديد من المجلات نعم أيضا يمكنني أن أشترك معكم في أن الرجل عاش في مدينتين ذات بعد موريسكي وهي مدينة شفشاون مسقط رأسه ثم مدينة تطوان ولا يخفى عنكم هذه الجصور القوية التي تربط المملكتين ثقافيا وإبداعيا وهو أيضا يشكل إلى جانب الشاعر أطل الله في عمره أستاذنا أبكريم طبال وشقيقه الشاعر أيضا أطل الله في عمره أحمد بن ميمون يشكلني ثلاثيا شعريا دازخة من أدبي كبير بالتأكيد وهما أعلام إذ ذكرنا القصيدة الحديثة في المغرب فهذه الأعلام الثلاثة تتقدم في الصدارة وما يمكن أن نكن به للفضل لهذا الشاعر الكبير وشقيقه رغم أنه وصى شقيقه كوصية في نهاية للشاعر أحمد بن ميمون قائلا لا تكتب عني إلا ما أستحق أو أنعني بما أستحق لا تزد ولا تبالغ في ذلك وإن قلت الكثير اليوم في حق هذا الرجل فليست مبالغة لأني ما نقلت هنا إلا ما وجدته مكتوبا عن كثير جدا من النخبة الأدبية المغربية التي نعت هذه الشخصية وأيضا ذكرت بحسنه هو قلت مدينة الجمال مدينة شفشاون هذه الأيقونة التي أحدث بها أيضا بيت الشعر وأحدث لها مهرجانا للشعر في الناحية أيضا المجال الثقافي تشهد له الساحة الثقافية أنه كان دائما وفيا لمنظمة وكتاب أو اتحاد كتاب المغرب كان وفيا لهذا الاتحاد وكان حريصا جدا على أن يكون طموحه أكبر بكثير من هذا كان طموحه أن يكون للشعراء أيضا منظمة أو اتحادا أو أي كانت التسميات المهم أن يكون إضافة إلى بيت الشعر المغربي وهي المؤسسة الكبيرة وطبعا هذا طموح سامي جدا معناه هو خدمة الشعر المغربي وأن يبقى هذا الشعر المغربي مفتحا على مجتمعه وعلى وسطه الكثير من القصائد التي وجدتها في الحقيقة تستحق أن تذكر وتستحق أن نذكر بها أجيال اليوم هذه قصيدة حظ محظوظ أن تقدر ما لديك من مهارة التناسي ألا تدلني إن كنت ذاكرا على طريق يلتوي بعيدا عن مستنقع كريها لا يمتصه النسيان فن التناسي ليس إلا يسرا بعد عسر هذا كل ما يقول العارفون كم زورقا جرى وفي أعقابه إعصار العسر قبل أن يتيح البحر باب الأرخبير ويلجأ الناجون من دوامة الذكرى ويسترسل في القصيدة نعم شكرا جزيلا لك فرحانا على هذه الرحلة في ترجمة وسيرة شاعر محمد الميموني الشكر منصولا أيضا للدكتور أحمد دافري مستشار مملكة الثقافات هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مملكة الثقافات إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر